أخترال أبو حمزة معيك يعني هلأ إسرائيل إسرائيل التمدد المشروع الإيراني صلوا سنوات وبسوريا صلوا إدعش و 12 سنة 14 سنة صلوا هلأ صحيوا ولكن هو المشروع الإيراني تعارض مع المشروع الإسرائيلي هذا كان المشكلة بيناتهم وأسرائيل ليست هي 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 عبارة عن خدم عند الغرب وهذا الشيء نتذكره آخر فيديو طلع من فترة الاثنين يهود طلعوا على التلفزيون واشتكوا أنه الضابط البريطاني أهانهم لأنه عرفهم يهود وقال لهم شو جايين تخربوا عنها عميجوا قالوا لهم انت عرفان مع مين عم تحكي عم الضابط البريطاني شو قال لهم قالوا نحن الأسياد هون يعني هنن الإسرائيليين أسيادهم البريطانيين سيد أبو حمزة بصراحة سؤال يستحق نأخذ عليه صفنة كما يقال من الذي يخدم من إسرائيل تخدم الغرب أم الغرب يخدمون إسرائيل طبعا إسرائيل تخدم الغرب لأنه صار مؤتمر 1908 اللي صار ببريطانيا وإسرائيل تعهدت لأنه المؤتمر هذا قام على أنه الشرق الأوسط عنده إمكانيات وسيقوم بنهضة والأوروبيين سيقومون في الحدار إذا لم يستطيعوا فعل شيء وإجت إسرائيل تعهدت في وقتها أنه هي اللي ستنفذ المخطط وإجا بعد مننا وعد بليفور البريطاني اللي عطى اليهود لأرض فلسطين وبعد مننا إجا هتلر كمل هون عمل عساس أنه المحلقة ومالمحلقة وصاروا اليهود يهربوا من هون على أساس أن ينزلوا على فلسطين وهي المخططات اللي بلشت سنة ورا سنة لأنه نحنا متل ما منقول يعني نحنا السوريين شو طلعنا على أوروبا وغير أوروبا لو ما صار في عنا دبح ونفس الخطة اللي عملها هتلر لحتى نزل اليهود لأنه اليهود ما نزلوا إلا بعد المحارق على أساس وما محارق اللي صارت لحتى نزلوا على فلسطين فهن عبارة عن خدم اليهود وإسرائيل لاحرموا اليهود إسرائيل هو عبارة عن مخطط غربي لا متناهي والإيرانيين الخوميني الثورة الإسلامية إجت من فرنسا بالدستور ومعه حرس الحرس اللي كان معه في كتاب موجود كمان على الانترنت باللغة العربية إنه الحرس التابعه كان فرنسي فنزل الخوميني كمان بمخطط آخر غربي غربي للقضاء على السنة في المنطقة سيد أبو حمز